فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ما تستغربش لما تجد المكذبين والكفار بيزدادوا قوة وبيزدادوا غنى وبيزدادوا سلطة دي مش نعمة دي مش نعمة ربنا بينعمها عليهم ده استدراج اوعى تكون على معصية وتجد ان الله لا يعاقبك فتظن انه راضي عنك اوعى او انه راضي عما تفعل اوعى هذا استدراج خلي بالك هناك من يستدرج بالنعمة وهناك من يستدرج بحلم الله عليه لما ما يلاقيش في عقاب يوقفه بيستدرج برضو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ربنا بيملي يعني بيدي مهلة اقرى 45 واملي لهم ان كيدي متين ربنا بيملي بيعطي مهلة بعد مهلة وبيعطي وقت فتجد انسان منحل اخلاقيا عمال يعمل اعمال منحل بقاله خمسين سنة وفهم ان طالما ربنا ترك ويعمل كده يبقى ربنا راضي عن افعاله لا هذا كيد الله واملي لهم ان كيدي متين يعني استدراج بيوقع الانسان في خطأ اكتر في نفس الوقت هو برضو عنده فرصة يتوب اكتر فامهال الله للظالم وللعاصي وللكافر ممكن الانسان يستغله بانه يتوب قبل ان يموت وممكن لا يستغله فيقعد يكتر في معاصيه وفي اوزاره اللي هيتحاسب عليها خطورة الاستدراج الحقيقي علينا احنا على المؤمنين لما بنشوف الكافر او الظالم ربنا بيمهله وبيزيده قوة بعضنا بيتهز من جوه عشان كده ربنا قال لنا ايه في سورة اله امران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد اوعوا تنخدعوا في هذا كثير من المؤمنين لما يروا امهال الله للكافرين وللظالمين بينخدعوا ويتركوا الطريق الصحيح